أعلن الديوان الأميري الكويتي تسمية ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد شغل أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عدة مناصب قبل توليه ولاية العهد في البلاد حيث بدأ حياته العملية في وزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني في البلاد المزيد في سياق هذا العرض